بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم الطيورات والجديد في أحدث إصدارات أو في التحديث الجديد لنسخة ويندوز 11 ديف والكناري الإصدار 24H2 البناء الجديد 260080 طبعا دلوقتي مستخدمين نسخة ويندوز 11 ديف والكناري بيتلقوا نفس التحديثات ونفس الميزات أولا توفر ماكو صفتي في هذا التحديث نسخة ايزوم من أحدث إصدار لنسخة الديف ونسخة الكناري من الموقع الرسمي للإنصيدر طبعا الرابط هتكون موجودة أسفل الفيديو هتضغط هنا على سيليكت اديشن نوع أو تحديد الإصدار هتلاقي زي ما انتم شايفين عندك أحدث نسخة للإصدار 2680 لنسخة كناري ونسخة ديف بتبدي تحدد النسخة المناسبة لك ثم تكون فيرم وبتبدأ في عملية التحميل بشكل عادي جدا بتحدد لغة العرض للنظام عندك وكونفيرب ده أحدث إصدار من نسخة الديف والكناري للإصدار 24H2 تقدر إنك تحمله لو عايز إنك تجرب الميزات الجديدة للإصدار 24H2 أو تعمل تثبيت نظيف أو تعمل ترقية باستخدام أحدث نسخة بما في ذلك يأتي هذا التحديث بإضافة بعض التغيرات على الكوبايلوت يحصل الكوبايلوت على تغير جديد سيكون لديك القدرة من استخدام الكوبايلوت كتطبيق بشكل منفصل كأي من تطبيقات الويندوز يمكن ناكله وتكبيره وتصغيره والتحكم فيه بشكل منفصل لكن هذا التغير للكوبايلوت زي ما هو موضح لحضراتكم في لقطة الشاشة متوفر الآن لنسخة الكناري وسيتوفر قريبا لمستخدمين ويندوز حداشر ديف بما في ذلك أيضا يحصل الكوبايلوت على المزيد من الإجراءات التي يمكنك طلبها من الكوبايلوت زي على سبيل المسال تقدر دلوقتي تسأل الكوبايلوت عن الشبكات اللاسلكية المتاحة او معلومات النظام او الجهاز او معلومات عن البطارية او تطلب منه تنظيف التخزين او افراغ سلة المحزوفات او التبديل الى وضع موفر البطارية والمزيد من الإجراءات التي تم إضافتها الآن للكوبايلوت تقدر انك تستخدمها او تطلبها من الكوبايلوت وهينفزها لك بشكل طبيعي جدا هسيب لك اسفل الفيديو هزي القائمة تقدر انك تطريع عليها بما في ذلك ايضا يأتي هذا التحديث باضافة تغير جديد على تطبيق تم اضافة تطبيق جديد او اعاد التصميم لتطبيق هذا التطبيق الجديد تحت ما يسمى بالمايكروسوفت للأعمال والمدرسة هيكون في عندك التطبيق القديم من مايكروسوفت العادي ده هيتم ازالته بشكل تلقائي في التحديثات القادمة ويتم العمل او الاعتماد على التطبيق الجديد للمايكروسوفت تيمز يوفر هذا التطبيق نمط جديد او اعادة تصميم جديدة للتطبيق نفسه بما في ذلك القدرة على تسجيل الدخول بعدة حسابات زي حساب الاعمال او الحسابات المدرسية او الحسابات الشخصية والتبدل ما بينهم ببساطة جدا دون الحاجة الى تثبيت العديد من تطبيقات التيمز بما في ذلك عند الانضمام الى اجتماع يمكنك ببساطة جدا اختيار الحساب الذي تريد استخدامه لهذا الاجتماع بما في ذلك يكون عندك القدرة الى الانضمام الى اي اجتماع بدون الحاجة الى تسجيل دخول ايضا تم اضافة او تحسين جديد لاشعار المكالمات الواردة مما يوفر لك اجراءات واضحة وسهلة الاستخدام لالغاء المكالمة او الموافقة على المكالمة او فتح مكالمة فيديو. ايضا في هذا التحديث تم اضافة تغير جديد وملحوظ عند نقل الملفات داخل مستكشف الملفات او فك الضغط عن ملف مسلا او تحميل شيء باستخدام المتصفحات. زي ما انتم شايفين هزر معك شريط تقدم جديد اسفل كل تطبيق على شريط المهام بيوضح او بيعكس عملية النقل بشكل اكثر وضوحا مما يسهل فهم عملية التقدم دون الحاجة الى فتح هذا التطبيق. يعني لو انك بتحمل شيء باستخدام متصفح او بتفك ضغط ملف او بتنقل شيء الى مستكشف الملفات. فزي ما انتم شايفين هزر ليك شريط التقدم بهذا الشكل بشكل رفيع. وعملية التقدم هتكون واضحة بهذا الشكل بحيس انت تقدر تحدد او تفهم عملية التقدم دون الحاجة الى فتح هذا التطبيق. ايضا تضيف مايكروسوفت القدرة الان من اجراء التخطي او الاستبدال لجميع التعارضات عند ده محاولة استخراج الملفات في موقع يوجد فيه نفس الملف بالفعل. او نفس اسم الملف. طبعا في السابق لما انك كنت بتتخطى او بتستبدل ملف داخل مستكشف الملفات اثناء فك ضغطه مسلا وموجود داخل هذا المجلد. مجلدات مسلا بتحتوى على نفس الاسم فكان يجب من انك تستبدل هذه الملفات واحد والاخر. لكن التحديث الجديد هيمكنك دلوقتي باستخدام هذا الخيار من اجراء جميع اعمال التخطي والاستبدال دفعة واحدة او عند تحديد هذا الخيار تقدر انك تتخطى كل هذه العمليات دفعة واحدة. ايضا تضيف مايكروسوفت في هذا التحديث تحديث جديد لتطبيق الصور او خاصية جديدة مدعومة بالزكاء الاصطناعي خاصية الممحة او ريزر لتنظيف اي عنصر غير مرغوب في داخل الصورة باستخدام الزكاء الاصطناعي دون التأثير على جودة الصورة او تفاصيل الصورة. على سبيل مثال لو انك فتحت صورة باستخدام تطبيق الصور بعد ذلك ضغطت هنا على ايكونة التحرير هتفتح معك نافذة التحرير هتلاقي ان تم اضافة خيار جديد هذا الخيار لو انك ضغطت عليه بعد ذلك من هنا بتقدر انك تتحكم في حجم فرشة الممحة بحس انها تكون قد العنصر اللي انك محتاج انك تعمله ازالة من الصورة بعد ذلك بتتوجه الى هذا العنصر وبتقف عليه او بضغطة واحدة وهسواني بسيطة وباستخدام الزكاء الاصطناعي بيتم ازالة هذا العنصر الغير مرغوب فيه من الصورة دون التأثير على جودة الصورة او اي تفاصيل داخل الصورة كأن هذا العنصر كان غير موجود بما فيه زلك ايضا تضيف مايكروسوفت تحديث جديد لتطبيق الرسام تطبيق شريط تمرير جديد للتحكم في حجم الادوات زي الالم الرصاص والفرشة والممحة وما الى زلك. دلوقتي لو انك حددت اي من هزي الخيارات تقدر دلوقتي انك تتحكم في حجم الفرشة او في حجم نوع الالم اللي انك محتاج انك تستخدمه. ايضا فيه تبويب اليارس او تبويب الطبقات تم اضافة خيار خلفية جديد الى لوحة الطبقات لتحديد لون لخلفية الصورة المزال خلفيتها بشكل سريع. على سبيل المسأل زي ما انتم شايفين دلوقتي لو اننا دغطنا على بعد ذلك عملنا ادراج لاي صورة. مسلا هذه الصورة. فزي ما انتم شايفين بكل بساطة تم ادراجها داخل البرنامج. طبعا تقدر انك تزيل خلفية هذه الصورة باستخدام الخاصية اللي تكلمنا عنها قبل كده بتضغط عليها واسعا بسيطة وبيتم ازالة الخلفية. دلوقتي زي ما انتم شايفين تم اضافة هذا المربع الجديد او طبقة جديدة للون خلفية الصورة. مجرد انك ضغط عليه بتفتح معك قائمة الالوان بتقدر ببساطة جدا انك تختار خلفية بشكل سريع لهذه الصورة المزال خلفيتها. وفي الاخير تضيف ماكروسوفت اختصار جديد لخاصية التسميات التوضيحية المباشرة في قائمة الاعدادات السريعة لتسهيل العصور عليها وفتحها. وطبعا هذه الخاصية تساعد في تحويل اي شيء منطوق في مقاطع الفيديو او في اي وسائط الى تسميات توضيحية الى نصوص. وبكده نكون استعرضنا على حضرتكم التحديث الجديد لنسخة ديف وكناري الاصدار ستة وعشرين الف زيرو تمانيين. ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.